أهلا بكم شهد القطاع الزراعي خلال عام 2023 إنجازات متميزة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية التي ضربت العالم ونقص سلسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة أطلقتها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 من أجل الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية الحكومة اعتمد تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها محور التوسع الأفقية في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية في مجال الزراعة من أهمها تشكل خير بمساحة تزيد عن مليون فدان بالإضافة لمشروع الدلت الجديد العملاق بمساحة تزيد عن مليوني فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة تقدر بـ 456 ألف فدان ومشروع تنمية ريف المصرية بمساحة 1.5 مليون فدان الجهود الحكومية أيضا أسفرت عن زيادة الصدرات الزراعية حيث أصبح هناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استعادة مصر ريادتها فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تتوافق مع أحدث المقييس العالمية الدولة اتخذت أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المغزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في ساعات التغزينية وذلك من خلال المشروع القومي للصوامع الذي بلغت قدرته التغزينية أكثر من 5.5 مليون طن كما تم تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول إنجازات عديدة تحققت في مجال الزراعة والاستصلاح الأراضي خلال عام 2023 وهو ما لعب دورا هاما في تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الاستراد ترجمة نانسي قنقر